وجدت الرياضات الفردية كعادتها خلال العام 2018 طريقها سالكا لصعود منصات تتويج في مختلف المسابقات الجهوية والقارية والدولية سبع ميداليات كانت بكورة مشاركة مغربية غير مسبوقة في الألعاب الأولمبية للشباب التي استضفتها العاصمة الأرجنتينية بوينوسايرس التايكواندو والكاراتي وألعاب القوى نجحت لوحدها في التتويج بالميداليات منها ذهبية فاطمة الزهراء أبو فارس في التايكواندو شفنا إنجازات شفنا أرقام شفنا مجموعة الميداليات خصوصا الإنجاز الكبير اللي كان على مستوى الألعاب الأولمبية للشباب بوينوسايرس سبعا دي الميداليات خصوصا الذهبية دير فاطمة الزهراء أبو فارس زيد على ذلك على أنه لأول مرة يعني كان حقوا النتائج بطولة دي الشباب لأنه من يكن تكلموا عن الشباب كان تكلموا عن المستقبل كان تكلموا يعني على الحاضر الآن ولكن على جيل اللي يمكن على أنه يعطينا إن شاء الله ميداليات أولمبية على مستوى الكبار برونزية عبدالعاطي جيدير في مسافة 1500 متر في بطولة العالم داخل القاعة ببرمنجهاما الإنجليزية وحصد باقي العداء لثلاث عشرة ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط بتراجون الإسبانية كانت من بين أهم إنجازات الرياضة المغربية خلال العام الذي نستعد لتوديعه رياضة تينيس هي الأخرى كان لها نصيبها من الألقاب من خلال الفوز ببطولة إفريقيا للأمم ببوتسوانا وحصد ثمان ميداليات بالألعاب الإفريقية أما الغولف المغربي فقد تربع على عرش الرياضة عربيا في البطولة التي أقيمت بتونس الشباب الذين يشاركوا في الألعاب البحر الأبيض المتوسط في الطرق هنا كانت نتائج جيدة العموم كان أغلبية هم شباب بسيطنا رياضين في الألعاب قوة هلش كي بصر بالخير بصرط أنها تكون مواكبة ويكون اهتمام بالشباب المغربي مقابل حضور الرياضات الفردية على مستوى التتويج غابت باقي الرياضات الجماعية عن واجهة التنفس القري والدولي كانت هناك بعض الجيادات الفردية دل بعض الأبطال في بعض الرياضات الفردية التي كانت رفع لها القبة أما الرياضات الجماعية فيطالها نيسها منها كرة ديض من كرة السلية التي تعيش صراحة مأساة انقضاء هذا العام وحلول آخر سيفرض على الرياضة المغربية الحفاظ على المكاسب مع بذل مجهودة إضافية لتحقيق أفضل ما يمكن بلوغها